السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه وحشتوني من اخر فيديو قدمته وبحبكم في الله وبشكركم جدا جدا بشكر الناس اللي مشتركة معايا من زمان وبشكر الناس اللي بتدخل جديد ربنا يخلكم ليه وما يحرمني منكم يا رب الاول كده قبل ما نبدأ صلوا على النبي عليه فضل الصلاة والسلام وقالا بذكر الله تطمئن القلوب النهاردة بقى فيديو طويل وجميل وهيعجبكم يوم كامل معاكم لان عملنا حقاك كتر في اليوم ده وتفرجوا عليه لاخر بالله عليكم ما تنسوش اللايك وكل ما شاركش في القناة يشترك عشان خاطر القناة تكبر بيكم وليكم وربنا يخلكم لي يا رب النهاردة بقى كان شم النسيم يعني اليوم ده كان يوم شم النسيم كان يوم اللي اتنين فقلت الجزو احنا هنروح عند الجامعة كده تيه ونشم النسيم على البحر وكده راح مزعك فينا جال شم النسيم ايه روحوا شم النسيم في الكنب اللي موسع برده الكنب ده طبعا عشان في الهوى وفي الطراب وكده فكان شايل كمية الطراب ووسع مش عايز اقول لكم وانا لما سبت البط البط كان راجد عليه فخلاه شبه الارض بالضبط فجال شم النسيم ايه روحوا وشم انت وبناتك كده في الكنب اللي جوه ده لان في الصيب بنفرش كده زي الكنب الانتراج ده بيتفرش ايه زي الكنب كده وبينام عليه جالي عشان نفرش ايه والنام عليه هو بصراحة بجاله كم يوم عمال يقول لي خسليه خسليه وانا كنت مش عايز اخسر يعني كنت صبر عليه شوية يعني جلت هاخسله بعدين وكده يعني مكسله عنه يعني ايه بالعرب كان فجلت خلاه صار روح نشم النسيم ايه في انا وبناه جلت لها يلا يا داليا ويلا يا ملك ننم بعضينا كده وروحنا جايبين ايه ربص كده وخلطة كده عشان تنظف ايه خلطة بيده كده بنجيبها بتاع الغسيل بتنظف معانا الحاجات دي مع كرور كده وهنخسل غسلة حلوة كده وهينشف مكان مش هيخد وقت لاني كمان اليوم دي كان هوو وجدت هنخسل وانا والبناك كده وهينشف على طول بالخرطم باجا وغرجناه وزلنا باجا بالفرشة كده انا وداليا غسلنا واتشفوها بصوا بينضف اصم معي وبتبقى شكله زي العسل بينضف على طول وكمان الخلطة دي بتنظف الحاجات اللي ازاي دي والكرور فجعدنا باجا نخسل انا وداليا وملك اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه جمعي لا اله الا انت سبحانك اني كنتم الظلمين جعدنا باجا نخسل فيه هنا وداليا ونشتف غسلنا باجا الكنبة دي وانخسل دي عشان خطره لما نفرش باجا كده وبحل والشمس باجا كده ما شاء الله حلوية بعد ما خلصنا وجلنا باجا هنجدباجة المصالح اللي وراه هنشم باجا النسماء في المصالح اللي وراه جلنا باجا الحاصرة دي من جوه فضينا باجا الوضع كده عشان نكنسها واجدنا الحاصرة نخسلها بس حصل الكرسة في الحاصرة دي باجا روحنا انا نشرناها بعد ما غسلنا انا وداليا كده روحنا نشرناها على الصور اللي هو جنب الانتراي في الصور عندنا كده نشرناها عليه وراحت سقطة في الجنب التالي الحمد الله ملكة توقفة بص عليها جايت يا لاو الحاج ياموية الحاصرة وجاء جلت لاتا بيجا في ملك كده لما يدور على حاجة نول هالك ويعني او حد ماشي كده تقولولو ايه ربطة فيها جاعدة باجا دور على حبل كده ولا او ماشي عشان تربطة الحاصرة فيه واحدة طاولة كده ماشية جايت لقو النبي اخليه اا نولين الحاصرة دي راحت الستة بصراحة راحت من اولالة الحاصرة وغسلتها تاني ونشرتها تاني والله قبل كده في حاصرة زي دي دعت مني من نفس الحتة دي وجلت تلاجع حد شدها وظلمت باجا ربنا يسامحني واكيد باجا ما حد شدها تلاجعها وجعت وحد الجاة وخدها يلا الحمد الله ما انا ما كنتش اعرف فكرت ان حد شدها وقلت يا هتجاع اتاريها بتجاع من عصور وشفناها المرة دي باجا والحمد الله ملكة جابتا اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ليه جميعا اللي عليكم لو وصلتم معي لحد هنا ما تنسوش اللاي كل ما اشتركش في القناة ياشترك عشان القناة بتحت تكبر بيكم وليكم وربنا يخلكم لي او ما يحرمني منكم والله بادعلكم في كل صلاة وكل وقت وبفرح جدا لما القناة بتكبر وبتزيد بيكم بفرح والله العظيم وكل ما القناة بتحت بتكبر بفرح وبفضل ادعلكم والله في كل وقت وكل صلاة اهي داليا هنا بتنشرها على الصورة ايه بس لو اعرف ان هي هتطير كنت حطيت على الاجلة حاجة عالية كده حاجة يعني جامدة كده عليها ما كدش طارد بس انا ما افتكرتش انها هتطير ولكا فالمهم الحمد اللي هي ان احنا جبناها كده وقدر الله ما شاقفها بس الحمد اللي ان انا عرفت ان الحصرة التانية ما ظلمتش حد باجا نشدة هي واجعت وصاحب نصيبها اخدها باجا لجيها واجعها المهم اين ايه جبت هنضب باجا داليا دخل التلم الموعين اي داليا هي هتدخل التلم الموعين وهندعك هنا هنرش باجا لحتة دي وانخمرها المياه خلص الحتة اللي تحت دي يعني ايه نصها متخمر ونصها لسه عشان خاطر احنا عايزين ايه تبلت كده والطراب بيمسك في الارض عشان خاطر ايه بنقود فيها في الصيف كده ونطبخ ونعمل كل حاجة فيها يعني طول الصيف بنجد في الحتة دي لانها هاوية بتاعها برد وحلو غسلت بقى مكان ايه؟ مكان اللو مية ما عليش انا عافة ان انا رغاية شوية بس استحملوني بقى الحمد الله ما عليش بقى احول بقى اتكلم شوية واسقط شوية المهم انت لو عجبكم حاجة في الفيديو جلولي حلوة لو حاجة مش عجبكم جلولة غيرها لو انا برغ كتير جلولي بطل راغي شوية المهم عايزكم تتكلموا معايا كده والجلولي ايه؟ لو في حاجة وحشة في الفيديو الجلولي عليها اي حاجة كده نتكلم مع بعض كده ممكن لما نتواصل مع بعض كده وحد يخش بسبب حد الجنة وكده ولا ها يعني نتكلم مع بعض كده والجلولي اي حاجة وحشة اعمل ما تعملهاش حاجة حلوة اعملها كده اتكلموا معايا كده بجد والله بافرح لما بلجي اي حد بيكتب كومنتي كده وبرد عليه ولو جل يعمل احاجة والله بعملها بس باجا انا عاملة زي اللي عليها بده رحها جاية رحها جاية بس انا كده كنت بدور على حاجة الملك باجا عشان ايه؟ زي ما قدتلكم ملك هنا شدت الحصيرة باجا وجاتها ايه؟ ابتلها رحي باجا اكفل الخرطوم يعني هتغسل حتة الاناج دياتي وخش باجا كفل الخرطوم وبعد كده هنملى 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 الزير عشان الزير دي بنشرب منه بيتالك كده في يعني بيجي اخر النهار كده الشمسية دي هتروحها هي وبيتالك باجا وباماية وتالك زي العسل امام ان انا جدت هاجيب الخرطوم باجا واملى الحاجات اللي هادعك فيها واملى الزير ملات الحل عشان نشطف فيها ونشطف بردك في الجردن كده ونحط المعاية في الطشت موم باجا انا خليت بناتي ايه؟ يساعدوني اللي اتنين باجا النهاردة بدل ما واحدة بس جدت هنساعد بعض كلنا باكة باون الزير باجا واخصي الغطاء وحطه عليه بص بارش علشات اميه كده بيجي اخر الليل باجا بتلاقيك كده متلج يعني هادان المغرب كده تلاقيه بارد وسجع وحلو ميته بتبجي احسن من اي كرديل ولا احسن من اي تلجة والله هنبدأ باندعك الموعين لانه ورانا مصالح كتيرة تاني ملك عمللي زي الهبلة شوف لابسة لابسة حاجة جديها مرتين عاملة زي الهبلة ومشي عملت ترفع في البتاع اللي لابسها ده هوتي واسع عليها احنا طبعا كلنا خمرنا مية صافي من الغسيل احنا بضلنا نحك فيه مش الشواء اللي انتو شفتونا دي فيه احنا بضلنا نحك فيه لحد ما نضفناه يعني احنا بنصود كده ولا حاجة وبعد كده نكمل تاني المهمة باجا لانا ركنت البتاع بتاع الفراخ ده على جنب لان الفراخ ايه ماتوا ربنا يعود علي باجا منهم خمسة انا كنت جايبها عشرة ماتوا خمسة ربنا يصروا الخمسة التانين ما يموتوش مش عارفة هما جايين عيانين ولااي مع انهم كانوا بيجروا ويلعبوا ويصبح الجاهم ميتي يعني ما كانوا ش عيانين ولا حاجة ده هما بيجروا ويتنطط blenderعبوا و واصبحere تانيهم والجاهم ميتين معرفش curso لم تكنafugh عيانين واو ليجروا ووبيجروا أنا مش فاهمة بيجروا معيانين وبياكلوا برفة معلعا طبعا و الخمسة اللي كنتان جاءهم ميتين وفضلوا خمسة لماذا معرفش ما عرفش التانين هيموت ولا يعيشوا بك انا خلاص قلت هيموت ربنا يعود علي وخليلي بس الوزيتين ومش موم ببقى الفرخة قدر الله ومشاء فعل قعدت بقى ادعك انا وداليا ونرس بعد ما خلص هد الكبايات دي الملك تدخلها يعني اللي اخصلوا ومعدهم لملك تدخلهم كده اول بولي عشان المعين ككتية يعني احنا اي نعم ما عملناش اكل وكده بس المعين دي بايتة ليه لان انا باجم من بدري يعني ساعات بروح شغل وكدتي وباجي اي لاج المعين مكوما ايه داليا دي طول ما انا جاعدة طول ما انا مش بعمل حاجة هي بتعملش حاجة طول ما انا بعمل وانا دعلي هتعمل تعمل ما انا بعملش ولا انا مش انا جاعدة واساوبة كل حاجة فتحة التلفزيون وجاعدة اجنبيه خلاص عليك يا اما ماسك اكتبه وبتذكر فيه خلاص عليك فالمعين كات مكوما وانا مش بعمل المصالح دي قدامكم بس انا بعمل حاجات كتيرة ويومه طويل يعني ربع بصوش اللي حاجات اللي بعملها دي ربع اليوم اللي انا اللي انا بكضي فيه مصالح كتيرة خالف يعني بتبقى ورية حاجات تانية مش عندي بس مش بعمل عندي بس يعني ان شاء الله في يوم الايام كده تعرفوا كل حاجة عني وتعرفوا ان انا بقى بشتغل شغل اكتر من ديج عشر مرات كما فعشان كده تلاقوني يا بابات الموعين دي يعني ببيتها يعني ساعاتها ببيت الموعين ده لما فتشت وكده وببيتها وساعات باجة لو ما فيش شغل وكده اول ما بنخلص اكل وكده بلمهم ودعكو وبخلي داليا جوم يا داليا يعني داليا جوم اجو سبها جاعدة يعني وانا ماشي اعمل يا داليا حا اروح وجل جهل حاجات زمائية جوم يا داليا جوم حاطر يعني بتعمل بس ما بتعملش واحدية سبها جاعدة تفضل جاعد جوم يا داليا جوم قلت لها بقى تعالي يا اخ تنلم الموعين اللي انت سايبها وقعدة تتفرج عليها ديج ويلا بقى يلا هنا سكت شوية بقى وبعدين ايه ارغتها اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى لي جميع لا اله الا انت سبحانك اني كنتم الظالمين استغفرك يا ربي واتوب اليك ربنا يخللكم ولادكم ويخليكم ويبارك فيكم ويطول عمركم يا رب ربنا يفرحكم بعيالكم ويفرحكم بشبابكم واللي ما خلفش كده يا رب يديه يا رب كده اديله الزرية الصالحة يا رب والمريض ربنا يشفيه يا رب ويشيل عنه يا رب ربنا يشفي كل مريض يا رب وربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وينصر كل البلاد العربية يا رب شالت بقى داليا اشياء الملك يدخل بقى الموعين اسا بقى كنا لمين الحصيرة هنخش بقى نكنز بقى القوضة مكان ما وصلنا الحصيرة بقى هنفرج بقى مكانها كده سجادة هنا بانطر السلك السلك لما بانطره من اللميك بدعك به مرة واتنين وثلاثة يعني السلك الموعين دواتي لو نفضنا كده من اللميك بينشف وكأنه لسه لسه شريينه وبخصل به مرة واتنين وثلاثة داليا بقى مسكة الوزة عمالها تبوس فيها تقولش بنتها بيحبوا الوزة ده كأنه هو عيل من العيال من البيت جاعد بقى كنا لمين الحصيرة هتنيس بقى القوضة وتفرج السجادة عامل ما الحصيرة تنشفها حصيرة كده غسلناها مرتين تين شباب راحتها هتفرج هي بقى السجادة وبعدين نحط بقى الرنجة بتاعتنا احنا مش بنجف في سيغ بصراحة يعني في سيغ غالي وما ليش لازمة يعني ورحت وحشة يعني حاجات كده احنا في غانة عنها نوفر احنا فلوس نحسن بقى كفاء علينا الرنجة والبيض حلو رودة بقى وبصل يعني كنت سلجة بيد وبصل اخضر ورنجة وبطيخ كله ده بلاش بقى الفسيخة بربعمائة جنيه ده خليه للي عايز ياكله بقى هندفع في حاجة كمان رحيتها وحشة وندفع ربعمائة جنيه كمان يعني الواحد ما بيجيبش اللحمة من ربعمائة جنيه وهيجيب الفسيخ والرنجة ملاها لو انا كنت جايبة اتنين بس كمان يعني مش جايبة رنجة كتير كنت جايبة اتنين الرنجة كمان غالية فجبتي اتنين بس واحدة عملناها بزيت كده تي والتانية جشرتها بس كده على البتوغاز شاوتها ويعني و بسم الله ما شاء الله واحدة جشرتها كده وكنها كده تي والتانية عملتها لهم بزيت جشرتها وجطحت اللحمة بتاعها وروحت عملها بزيت كده وجنبها باجا فلفل ماجلي وجنبها بيد وجنبها يعني ومس كتير وجنبها بطيخ الاكل كتير والله بلا فسيخ بلا بلا شام النسيق اراكم في شامنا النسين باجا اراكم في شام النسين بتاعنا جد انا مصالحنا بلا لف بلا دوراء بص الاكل بتاعنا هو كده خلصنا وانروح نتغده وتعالوا تغده معانا هو دي كان غدا انا هو البيد والبطيخ والفلفل والرنجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانسوش اللايك والاشتراك